جابت الحسن حمدي حظيب بكل هذه الحفاوة وهذا التقدير في وجوده في المملكة العربية السعودية ليه هذه الدوشة؟ وإحنا هنا هننقش جزئية مهمة جداً يا جماعة الناس بدأ لما تنشغل بأهمية مشاركة الزمالك في كأس العالم للأندية بقيمة إنه الزمالك يلعب قدام برشلونة بوجود فريق مصري في بطولة العالم لأندية كرة اليد كل ده كلام كان يجب التركيز عليه وكان يجب الاهتمام بيه فجأة الناس بدأ لما تنشغل بفريقها لقيمة عبدالد برشلونة لا ليه الكابتن حسن حمدي وكابتن خطيب موجودين رغم إن البطولة فيها عشر أندية لكن كانت تركيز على حاجة واحدة بس كابتن أحمد حسان ميدو قال كلام كتير نسمعه عشان نشوف هي الحساسية بتيجي منين ولما بتتكلموا على الاحتقان أنتوا بتصنعوا الاحتقان وترجعوا تشتكوا منه دا للأسف هل كان وجود الكابتن خطيب والكابتن حسن في المدرج فيها مشكلة؟ لو فيها مشكلة نسمع ونشوف فين المشكلة لا يا صح من رئيس اتحاد الكرة الدولي لكرة اليد الكابتن حسن مصطفى إن لا يتم دعوة الكابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك لحضور حفل مراسم الافتتاح فبقول للدكتور حسن مصطفى عيب عليك عيب عليك عيب عليك اللي انت بتعمله وعيب حتى على منصبك اللي انت بتعمله توجيه الدعوة للكابتن حسن حمدي وكابتن محمود الخطيب كرموز وكناس عندهم تاريخ كبير في اللعبة في لعبة كرة القدم وفي الرياضة بشكل عام ما تدايقنيش بالعكس ما عنديش مشكلة لو انت داعيهم على المستوى الشخصي برضو كويس ما عنديش مشكلة كويس إن الواحد يبقى كويس مع أصحابه ويكبرهم بالبلد كده إزاي ما تدايش الكابتن حسين لبيب إزاي جالك قلب إزاي تاني بقوله الدكتور حسن مصطفى عيب عليك عيب عليك بقوله الكابتن إزاي هذا هو السؤال وقوله عيب عليك جاوب هو جاوب إيه؟ إن حصل تجاول خلاص هو سأل سؤال وجاوبه لكن تاني حقول نفس الكلام هل تم تجاهل رئيس نادي الزمالك لا يمكن أن تم تجاهل أخر للإجابة أخر للإجابة أخر للإجابة أخرها بس هو قال لك أنا معديش مشكلة إنك تدعو اتنين من الرموز وحسناً كان تعبيره دقيق في رموز رياضية مهمة وصحابك ماشي لكن العيب إنك ما تدعوش جاوب طيب كمان الدكتور متحة العدل ما أنا بقول لكه هو الاحتقام بيجي منين إنت فجأة بتصدر احتقام وبتتحدث عن حساسية إنت اللي بتخلقها لأنه ألاقي الدكتور متحة العدل كمان كاتب تويته بالإضافة إلى مدخلة هاتفية له لكن في التويته بقولك إيه للمدعو حسم الصفا عندما تريد مجاملة أصدقاء لك فلتدعوهم في عيد ميلادك أو في منزلك وليس في بطولة يمثل فيها الزمالك بلداً عريقاً اسموها مصر وكأنه البطولة اللي فيها عشر أندية الزمالك مشارك لا ما يصحش تدعي حد تاني طب هل فعلاً ميدو ما عندوش معلومة متحة العدل عنده تعصب وشايف أنه حسن مصطفى أو الدكتور حسن مصطفى دعي صحابه وكان المفروض يعجمهم في عيد الميلاد لكن لما الأمر يتعلق بأساتذة صحفين كبار لا تنقصهم الخبرة وكان المفروض يكون فيه تدقيق نشوف رأي الأستاذ حسن مستكاوي واضح أن للأسف يعني بيبقى فيه خلط عندنا فيه دي علاقات أشخاص لكن علاقات الهيئات يجب أن تكون مختلفة عن علاقات الأشخاص أنا مختلف معك لأي سبب من يمثل نادي أو هيئة الزمالك مثلا هو يمثل الزمالك إذن يجب أن يكون موجودا في أي يعني إفنت أو أي نشاط أو أي بطولة لأنه ممثل نادي الزمالك زي ممثل نادي الأهل زي ممثل أي نادي تاني أنا باختصرها في أن علاقات الأشخاص وشخصانة الأمور لا يجب أن تسري على علاقات الهيئات التحاد الدولي أو التحاد محلي مع نادي ده ملوش علاقة أبدا بأننا مختلفين لبعض لأي سبب صحيح لأي سبب ولو في خلافات تحل في إطار قانون الرياضة في إطار القانون الشخصية أي حاجة تحل لا يعني حتى لو في خلافات مع النادي لأي سبب حتى لو في قضية جنائية حكم محكمة منتظرين يعني قرار إداري ده ملوش علاقة برضه بأن في هذا الشخص أو هذا المجلس يمثل نادي الزمال صحيح ده رأي نرجع تاني لفكرة السؤال الصحيح اللي يؤدي إلى الإجابة الصحيحة هو بيستنكر أن الخالق في عدم اختيار الهيئات التي يجب أن تمثل في المناسبات الرسمية وما تخلص الخاص بالمسؤولية العامة نرجع تاني للإجابة اللي هنصمم عليها واللي فيها يسمح لي بمنتهى يعني الرفق أن أختلف معه الأستاذ الكبير حسم السكاوي في التوصيف لأن كابتن خطيبه كابتن حسن حمدي ما رحوش يمثله نادي الزمال كابتن حسن وما رحوش يمثله النادي الأهل يا كابتن حسن وما رحوش يمثله أي هيئة من الهيئات شخصيات عامة من حق رئيس الاتحاد الدولي ويحدث في كل البطولات أن يتم دعوة شخصيات عامة بشكل شرفيه إذا كان لهم قيمتهم إلا إذا كنت أنت بتختلف على قدرهم وقيمتهم ده موضوع مش هنغشه دلوقتي ولكن عندما يا رئيس الاتحاد الدولي وهليكن مدفوعا بحكم الصداقة أنه أقرب من الشخصيات دي وشافهم قد إيه هم يملكوا الجدارة أنه هم يحسنوا تمثيل نفسهم وما يرمزوا إليه في دنيا الرياضة أهلا وسهلا ييجو الكابتن حسن مصطفى نفسه ورئيس الاتحاد الدولي كان بلاتر بيدعوه وكان الكابتن حسن حمدي كابتن حسن مصطفى بيدعو بلاتر في كثير من المناسبات دا كرة قدم دا كرة يد وشخصيات عامة لا يدعو أحد بصفته إنما شخصيات عامة طيب العب أنا معاك لو كان في تقصير تجاه النادي الذي يمثل بلده أو يمثل قرطه أو يمثل في البطولة لو كان هذا حدث هو دا السؤال اللي كان لازم نركز عليه هل دا حدث وهل وهل إننا لما تاني ألعب في كاس العالم للأندية في أي بلد لازم إنفنتيني يدعوني وكان قبل كده بلاتر يدعوني ورغم هذا إذا كان هناك أي نادي تم دعوته يجب أن يكون ممثل مصر اللي هو زمالك في مقدمتهم هل هذا حدث يا أستاذ إبراهيم طيب رأي الأستاذ حسن مستكاون بيلوم على إنه دا ما كانش صح يحصل وإن التمثيل للهيئات كمان في نفس الحالة كان للأستاذ فتح سند رأي آخر واضح إن المشكلة عند الدكتور حسن مصطفى بقى لأنه نادي الزمالك بلاتر بطول تنديد العالم ولم يوجه الدعوة لكابتر حسين لبيب وعملوا اللجنة المنظمة معاد تدريب الفرق الساعة ثلاثة علشان ما حدش يقدر يلعب بيحضر يعني طلبوا إنهم عدلوا معاد التدريب ما وفقوش يبعطونا عربية عشان ما بعتوش فالمجموعة الجماهير اللي موجودة في الزمالك طبعا ما عجبهاش هذا الوضع وهنا بيطرق يعني هو السؤال يعني يعني طبعا من حقك إنك تدعو ما تشاء فعلا نعم الكابتن حسن حمدي وكابتن خطيب قامتان كبيرتان محترمتان من الجميع لكن ده لا ينفي إنك تدعو أيضا الزمالك وكلامتان أقوله في أي وضع وسأتك هتقوله الكابتن حسن صحيح لأنه هو كلام الحق كلام الحق فما هي مشكلة الدكتور حسن مصطفى مع نادي الزمالك في مشكلة واضحة جدا وأعتقد إنه يعني تداعياتها في اللي جاي مش لطيف لأنه ترسخت أن هناك أزمة أو خلاف وعلى فكرة الخلاف أيضا موجود من الدكتور حسن مصطفى وكابتن حسن لبيه باش تبع عارف يعني في خلاف ما بينهم أصلا في وضح إن العلاقة من ناحية الدكتور حسن مصطفى مع الكابتن حسن مش ولا بد طيب شفنا الكلام ماشي في سكة عيب ده يحصل وإزاي ما يدعاش رئيس النادي اللي فرقته مشاركة مع اختلافنا على إنه أصلا العريس مش محتاجة تعزم في فرحه كمنطق لكن لقينا اهتمام من الأهرام بنقل تصريحات الأستاذ حسام النصر رئيس اللجنة الإعلامية للبطولة يعني تخلي كده أنهيت التعليق على كابتن فتحي عايز تعلق وتفضل طبعا هو ركز ركز على إن عيب برضو إن رئيس زمالك لا يودع وركز أن هناك تصرفات تنظيمية حدثت مع البعثة قدت إن يحصل تخلف عن حضور طبور العرب أو حضور إن العربيات والأوتوبيسات والكلام ده طبعا إذا كان هذا حدث كتنظيم بقى يبقى ما ينفعش لكن هل ده حدث ولا لا كمان هل حدث إن في خلاف بين الكابتن حسن حمدي وكابتن حسين لبيب أنا اللي أعرف إن الكابتن حسن حمدي حسن مصطفى يقدر كابتن حسين لبيب جدا ويقدر كابتن ميتحة البلتاجي جدا بدليل إنه هو منصبه ومؤذرته له في الاتحاد الإفريقي ناب رئيس الاتحاد الإفريقي ومش عارف إذا كان فيه حاجة لم أدرش جاوب أنا بن يابع الناس لكن إذا كان عندك إجابات لهذه الأسئلة بصوا بقى اللي فاد ده كله حمادة واللي جاي حمادة تاني خالص اللي فاد ده كلام في الهوى لأنه لا سند ولا مستند ولا منطق ولا صحة ولا أي حاجة خالص كل الناس دي تكلمت بدون أي سنة حقيقي من الواقع حتى من المنطق لأن اللي جاي هتلاقوه لرموزة ملكوية أيضا في كرة اليد عشان تشوفوا إلى أي حد إحنا ممكن نخلق مشكلة من الهيافة من لشان ونصدرها للجمهور ونسيب الرأي العام يهري ويرغي فيها والجمهير تحتقن مع بعضها وأصل الموضوع مش موجود لو كل دول عمل وزي العمل هاني حتحوت وهو أصغر الإعلاميين اللي موجودين في التدقيق والتثبت والتأكد ما كانش الكلام الفارغ ده كله حصل ولا كانت الأزمة دي تصدرت للناس للأسف لكن لما ألاقي بعد كل ده يطلع الأستاذ حسام النصر رئيس اللجنة الإعلامية الكأس العالم للأندية بيقول أنه في الأهرام بقى تم توجيه الدعوة إلى الكابتن حسين لبيب رئيس لجنة إدارة نادي الزمالك المؤقتة لحضور حفل افتتاح البطولة ونفى ما أكده حسين السمر المدير التنفيذي للزمالك حول عدم وصول دعوة إلى نادي الزمالك لحضور رئيس اللجنة لحفل افتتاح وقال النصر ده الكلام اللي في الأهرام توجيه الدعوة إلى الكابتن محمود الخطيب رئيس الأهلي لحضور الحفل يعد أمرا طبيعيا كونه من مشاهير الرياضيين في الوطن العربي والخطيب وحسن حمدي تم دعوتهما لحضور حفل الافتتاح من جانب الاتحاد الدولي وكذلك من اللجنة المنظمة للمنديال ومن المستحيل من المستحيل قال لا يتم دعوة رئيس ناديم مشارك في البطولة كلام رئيس اللجنة الدعوة وصلت إلى رئيس الزمالك ولكن من الوارد أن يكون لديه ظرف ما منعه من الحضور ده كلام الوستاذ حسام النصر في الأهرام رئيس اللجنة الإعلامية للبطولة طب كلامه صوت وصورة بقى نسمعهم الزمالكوية سعلنين بسبب عدم وجود رئيس نادي الزمالك هل يعني أكيد اللجنة المنظمة والاتحاد الدولي كفي دعوة لرئيس نادي الزمالك ولا إيه الموضوع بالضبط إن الرئيس نادي الزمالك ما كانش ظاهر النهاردة في الحفلة بكل تأكيد بكل تأكيد كل رؤساء الأندية ورؤساء الوفود ورؤساء البعث من سرق المشاركة وصلتهم دعوة رسمية من البلد المنظم ومن الاستحاد الدولي الوفيس اليد اليوم كان في شخصيات مصرية متواجدة وخيادات المملكة العربية السعودية من الجنسية المصرية كانوا موجودين في المنصة وبدعوة رسمية من المستحيل اليوم أنه بلد منظم أو منظومة معينة تنظم بطولة ولا تستدعي أو تدعو رئيس النادي المشارك أنا أعتقد أن الدعوة كلها وصلت إلى رئيسنا للزمالة وغيرا يكون هناك ضد فماء وكان يتواجد اليوم السالحين يوم حتى اليوم جثت لنا طلبات من استفراء الموجودين والمصريين في العربية السعودية لعبور المباراة بكرة إن شاء الله أو اليوم ما ندخلنا اليوم الثاني كابتل محمود الخطيب وكابتل حسن حمدي طبعا رئيس النادي الأهلي الحالي ورئيس النادي الأهلي السابق مدعوين من اللجنة الملظمة من السعودية ولا من الاتحاد الدولي ولا من الاتنين لا من الاتنين من الاتنين اليوم هذول نحن نعتبرها مشخصيات اعتبارية رياسية طبعا حتى لو كان هو لاعب كرة غدم أو مختص بكرة الغدم نحن اليوم في جملة العربية السعودية في كل بطولاتنا أو كل الفعاليات التي تضيف المملكة العربية السعودية بدعم غير محدود من غيالة نظر نستدعو كل الأطراف المهتمين أو خلينا نقول المشاهير بمختلف الألعاب والفعاليات الرياضية اليوم الكبتل محمود خطيب الكل يعرف يعني أن يعتبرون من أطاقير طبعا طبعا وجوده اليوم في المملكة العربية السعودية هذا شرف لنا احنا كسعوديين وكمنظمين لمطولة السوبر قلب عشرين وواحد عشرين وجوده جدا طبيعي ويقعد أحد ضيوف البطولة طيب كلام رئيس اللجنة الإعلامية للبطولة أنه كل رؤساء الانتحادات أو الأندية اللي مشاركة في البطولة فيها عشر أندية الكل ما دعوه والرجل بيأكد وبيجزب أن دعوة وصلت طبعا هل من بقى من ناحية المهنية كان على الجميع أن يتثبت ويتأكد ويتيقن قبل ما يقول ويشحن ويحن ولا لا الزميل هاني حتحوت الحياة كان عنده مستوى المسئولية المهنية نشوف اللي حصل النهاردة أنه في افتتاح البطولة رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد الكابتن حسن مصطفى وفي أثناء الحضور دعا الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والكابتن حسن حمدي رئيس النادي الأهلي الأسبق وكلهما أسطورتان من أساطير الإدارة المصرية أو الكرة المصرية بشكل عام وكلهما بنقصين كده صديقان شخصيان للكابتن حسن مصطفى الكابتن حسن مصطفى الناس بدأت تقول هو إزاي دعا نجمين من الأهلي أحدهما رئيس حالي للنادي الأهلي والآخر غير زيصفة حالية في النادي الأهلي في الوقت الذي لم يدعو فيه الكابتن حسن لبيب رئيس نادي الزمالك أو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك الواقع هو بالمنطق وحتى بعد التأكد من المعلومة أنه إذا كان الكابتن محمود الخطيب والكابتن حسن حمدي لازم علشان يحضروا الافتتاح يتم توجيه الدعوة لهم باعتبارهما غير مشاركين بأي شكل من الأشكال في البطولة فمية في المية الكابتن حسن لبيب لا يستدعي وجوده حصوله على دعوة علشان يحضر ليه؟ لأنه بشكل بسيط جداً رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المشارك في البطولة وما تأكدنا منه أن الكابتن حسن لبيب كان مسافر وأنه هو لوحده اللي قرر أنه يلغي تذكرة السفر إلى السعودية بسبب ارتباطه بعدة أمور لازم يكون موجود فيها في القاهرة طيب ليه محدش اتبعت من الزمالك عشان يمسر الزمالك دي مشكلة الزمالك يعني الزميل هاني حتحوت الكابتن حسين لبيب كان حاجز تذكرة ومسافر لغى ليه؟ ده أمر يخصه بس هل بقيت رؤساء الأندية المشاركة الأخرين تم دعوتهم ولا لا؟ حاول هاني حتحوت يتاق اللي قلتم بارح لكن شفت أكتر من حد زعلاني يعني من اللي أنا قلته في قصة أنه الكابتن حسين لبيب أو رئيس نادي بيشارك في بطولة مش محتاج دعوة مش هكرره لأنه أنا على موقفي أنا ما بحبش أن حد يبقى زعلان أكيد ما بقولش كلام عشان أزعل حد لكن هو بتكلم في المنطق وبتكلم في المعلومات المتاحة والحقيقة أنه أنا حاولت أن أنا أبعد أكتر من كده بأن أنا أسأل رؤساء الأندية وتواصلت مع رئيس نادي عربي من ضمن الأندية المشاركة في البطولة بعد ما نجحنا في الوصول إليه هل جالك دعوة من الكابتن حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد فكانت إجابته لا اللي جالنا أنه مين اللي هيقعد فين ومش عارف إيه لكن حد يكلمه رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد قال له تعالى من رؤساء الأندية الإجابة كانت لا وبالتالي بأكد على المعلومة بتاعت مبارح وبالتالي بأكد أنه هل حد ممكن يدعى يدعى يحتاج دعوة علشان يجي يحضر بطولة هو فريقه مشارك فيها أنت رئيس النادي ده الإجابة لا ممكن تتكلم بقى على فكرة دعوة الكابتن حسن مصطفى للكابتن حسن حمدي والكابتن محمود الخطيب وهم اللي وجودهم علشان يبقوا موجودين لازم يحتاجوا دعوة يعني هم دول اللي لازم يتبعت لهم دعوة لأنه لو فيش دعوة جات لهم مش هيجوا بكل منطق يعني ممكن تتكلم بقى على أنه ليه وإزاي وإزا ملك اللي مشارك ومش عايف إيه لكن هو رئيس الاتحاد الدولي برضو بروتوكول البطولة بيسمح له أن يدعو أربعين شخصا هو دعا الكابتن محمود الخطيب والكابتن حسن حمدي مش دفاعا عنه والله لكن هي القصة في أنه بنتكلم بالعقل يعني قصة أنا ما زلت مصمما على أنها طولت على الفاضي طيب نستشرف مما سبق ما كتب في الأهرام ما قاله أيضا الكابتن كريم حسن شحاتة وحرصه أنه يجيب رئيس اللجنة الإعلامية على الهوى عشان يتأكد منه ليؤكد المؤكد أن كل رؤساء الأندية رح يطلهم الدعوات وليس صحيحا وإذا كان هناك سبب شخصي منع رئيس نادي الزمالك من السفر فهو لا يعلمه أيضا الأساس هاني هتعوده التفق والله أنا ما كنت سمعته تفق معايا أن الصاحب الفرح لا يدعى هو رئيس نادي الزمالك على فكرة أنتم شاخدين بالكم من حاجة مهمة جدا الكابتن حسن اللي بيبدأ كابتن نادي الزمالك الكابتن ما كانش لعيبه بس كابتن نادي الزمالك يعني هو في كرة اليد فيه تخصصه هو كمان وكان أنا متأكد أنه كان حريصا لو لا ظروف هو يعني قدرها أنه مش هيقدر يسافر لأن دي لعبته هو كابتن نادي الزمالك هو رئيس اللجنة هو اللي يروح لكن حتى لو كان اختار وعايز يوفر بقى أو يدي مكان مكان زيادة رئيس بيعسة جاءته دعوة بصفته مش بشخصي وهنا نقدر نقول وهو لو كان كابتن حسن اللبيب مش أنا قد نستنتج هو الفكرة كلها لما كون أنا في رقيتي موجودة أنا بتعزم أبو أود عالب بصفتي مش بشخصي لكن على رأي كابتن هاني حتحوت اللي مالوش فرقة هو اللي يدعى بشخصه وهل يدعى بشخصه دي غلطة لا طبعا إذا كان بمكانة الكابتن حسن حمدي ومكانة محمود الخطيب اللي بمجرد مراحه البلد الشقيق السعودية المملكة العربية السعودية وجدوا الترحيب من كل الاتحادات ومن يعني معالي توركي بسموه الأمير توركي عبدالله الفصل توركي قال الفصل يعني فيه حاجات شخصية وحاجات رسمية وفيه حاجات خلط الأوراق هو طريقتنا في تداول عدم سؤال عدم يعني ترحي السؤال الصحيح بيوصلنا الإجابات الخطيئة يا جماعة والإستنتاجات الخطيئة إحنا كبرنا شيء الحقيقة ما كان ينبغي ملا شيء وحولنا الضوء من مشاركة فريق بحجم الزمالك هيلعب ضد برشولون هيلعب ضد برشولون وما في حدث مهم إيه لأ الكلام فيه أمر مرضود على المسهولة فيه منتهى لكن هو السؤال أو الجزئية اللي طرحها المهانس سعاد لي اسأل السؤال الصح عشان تاخد الإجابة الصحيحة أو المنطقية السؤال الصح في الموضوع ده كله أنتوا بتتكلموا على أنه الدكتور حسن مصطفى شديد الحرص على رجالات النادي الأهلي أصدقائه مش كده ده اللي تردد طب الأهلي ماذا فعل الدكتور حسن مصطفى لكرة اليد في النادي الأهلي من أي ميزة إضافية أو غير قانونية أو غير طبيعية هتولي مرة كانت في تعليمة أو في تأثير للدكتور حسن مصطفى على الانتحاد المصري وهو دول كلهم يعني عناصر دايماً وأبداً وسيقين وسيق الصلة بيه هل شفتوا الانتحاد المصري لكرة اليد أقول لك مفاجئة فجامل النادي الأهلي في قرار واحد أقول لك مفاجئة أفضل بطولة أو أفضل لعبة في نادي الزمالك هي لعبة كرة اليد أكثر لعبة في نادي الزمالك بتحقق بطولات هي كرة اليد طب لو الدكتور حسن مصطفى رئيس الانتحاد الدولي وهو شؤون اللعبة كلها في إيديه زي ما أنتم بتقولوا هل ظلم الزمالك في قرار؟ هل اغتصب بطولة من الزمالك؟ هل جامل للأهلي في أي قرار؟ هل وجه أي تعليمة للانتحاد المصري أنه يدي للنادي الأهلي أي حاجة؟ ده مباراة البطولة لأنه اخسرها والكرة في الهوى وقال لك آه هو كده تأدير الحكم شفتوا أي انحياز من الانتحاد المصري بأي عناصر فيه للنادي الأهلي مدام رئيس الانتحاد الدولي في تأديركم عنده هذا الانحياز هو ده سؤال للصحة هل أقول لك مفاجئة دكتور حسن مصطفى رئيس الانتحاد المصري عاقب الأهل كتير ما تسيب يا بقى أقول لك أتفضح القرار الوحيد اللي اتنقل بأمر مباشر من الانتحاد من نادي إلى نادي كان نقل كابتن حسين لبيب من النادي الآلي وفي قائمة النادي الآلي حسين لبيب ياسر لبيب ياسر لبيب كابتن ياسر لبيب أهم صانع ألعاب وكابتن نادي الآلي نعلوا من النادي الآلي إلى النادي الزمالك واستند إلى أنه حرصا على مصلحة المنتخب في ظل خلاف شديد بين اللاعب ومدربه ورأى أن هذا الخلاف سيؤثر على استمرار اللاعب وأنه بدأ يتعرض لحاجات تدعو إلى القلق على مستقبله نقلوا لنادي زماله بقرار وهذا القرار استند إليه فيما بعد الاتحاد المصر لما قالك لما رحنا نجيب حسين أداح وقال لك لا ده الاتحاد هو اللي يواجه اللاعب الدولي بس أنت كابتن هشام المرة فاتت اللاعب تنقل من الآله للزمالك مش العكس وانت المرة دي خدت اللاعب اتفق الآله مع إدارة نادي الشمس ودفع الشيك وطلع الاستغنى باسمه فانت خدت قرار بلنا تنقله لنادي زمالك وبعد كده تتسألون لماذا يتفوق الزمالك ده الآله لما يقتنس بطولة واحدة في ظل هذه ظروف من الزمالك أو يغلبوا مباراة واحدة في هذه الظروف اتكرر الأمر مع سيف الدرع اتكرر الأمر مع كذا لعيب حتى كابتن يحق الدرع ما كان في الأهل لكن عايز أقول حاجة أنا ليه بقول الأمثلة دي لأؤكد لك أن الأهل لم يتم إطلاقا مجملتهم من كابتن حسن مصطفى وهو رئيس الاتحاد دولي ولا حتى هو رئيس الاتحاد المصري ولا مصري ولا دولي شخصية كابتن حسن مصطفى لو تعرفوها اتقربوا منها ها هتجدوا راجل شديد السرامة راجل يعني عنده شجاعة جمدة جدا أنه يستطيع يواجه ويواجه صح لكن أنا مش بدافع عن الدكتور حسن مصطفى لأن ده مش نطاق لكن أنا بتكلم ليه ما يتعرض له زيارة تكريمية لرمزين كبار ينتميان إلى النادي الآلي وتحولها بالباطل إلى مجملة على حساب نادي يشارك هذا غير حقيقي أثبتنا لكم الكلام ده وهذا المعنى يصل عند بعض أبناء نادي دي مالك نفسه إنه هو بصوا شفنا حمادة وشفنا حمادة تاني بعد الفاصل هنشوف حمادة ثالث ترجمة نانسي قنقر